السلام عليكم مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير و بيسيحها جيدا ان شاء الله يا ربي و ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي كامل بخير و كامل مهنيين و مرتاحين البن و اذا كنتوا الاول مرة تشوفوا القناة تاعي من فضلكم ضغطوا على الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك و فعلوا زر الجرس فهي يصلكم كله جديد و اذا اعجبكم المحتوى ديروا جام على الفيديو و خلوا التعليقات تاعكم بها نبقى و لا تواصل اذا اليوم خرجتكم معي البحر بما انه راهو قرار بغلق الشواتع يعني ممنوع منعا بتد الذهاب الى الشاطئ ولا يلقاوك اش واحد اذا احنا اليوم كسرنا هذا القرار او ديت دلالي و رحت اللبحر حبيت نشم ريحة البحر توحشت البحر يعني فيها سلحة وسويلها يعني صح خرجت البحر بس صح خرجت اللبحر بس صح خرجت على حاجة يعني صلحة اكثر من بحر بيا البحر ولا الا بحر رحت بحر نجيب عشبة الحروق لانه بزاف تسلو بيا و تحوسوا على هذا العشبة لانه بزاف تحرقوا حاصة ايام العيد والله اذا لازم انا رح نجيب لهم و نخدم لهم يعني صدقاء لله اذا كميرا كنت شوفوا راني اللي هنا في البحر تعرفوا ش حال يسخون اليوم سبحان الله في الصف و جبال اوها لقيت اللي هنا يا لسان البحر على فليبلي كين اللي يعرفوا و كين اللي جامي شافته لسان البحر او عظام السيبيا اللي هو الحبار او زبد البحر هادو رح نجيب بيها مسك ان شاء الله و رح نجيب لكم المسك هنا في الفيديو اذا شوفوا البحر كيفش رح وصاف فيه لاهم هاتا اليوم غير داعومة ها هي كفياش هادو كش النهار ان شاء الله اللي متزف و اليكم بكم المقاروني هاب بيكزف بهم هادو كياش اللي بحر اذا البحرها اليوم رحو صافي بزاف غير للعوماء و السخون المتاع و يغير كاميرا كتف هذا الشاطئ هذا يعني عائلي مئة في المئة اللي حبي جيره في سيدي غلاس يعني سيدي غلاس يعني سيدي غلاس رهي وراش رشال بخمسة كيلو متر فقط وبزيف نقي و بلاسة يعني هادئة جدا ويجو فيها غير لافامي يعني النساء اكثرية جراغ هنا اتاجهن بصف و تقريب انتظر little witch اللي أجب لهم الطريق حدا راهم يديرو في السيباق و يجروا اذا شوفوا شي لقيته هنا هذی النوبات هذا الموال فنشوفو غير في القناوات ولا في الفيسبوك يسمونه نوبات البقلة ولا المهم انا اديت هذه النقلات و لقيتهم صدفة ونغلصهم في البلاد يعني في الجبل هكذا يا باه ندي منهم الزريعة و ان شاء الله كي يوجدون ندير عليهم فيديو اكيد بعد ما نبحث في هذه النبتة لأول مرة راح ناكلها ان شاء الله كيت نبتلي الهنا راني حنحي مجبر حارق كنت درس عليه فيديو والقناة جاح و شكر يعني من عند المشتركات والمشتركين اذا عندي مشتركة الجدة تحارية تحرقت بالزيت و انضرت تصلت بيا راح ندير لها ونصنع لها لله في سبيل الله وانتو ما متخليوش الفيديو يوقف عندكم على خاطر هذا النبتة راه تنحي حتى الام الحروق معجزة سبحان الله حتى الام الحروق تنحيه حتى وذا كانت من الدرجة الثالثة اذا تلاقوا في الدار كما راكم تشوفوا بعد ما نقيتها اغسلتها مليح مليح هذا جذور مجبر حارق او الاسم التحى الثاني والله نسيت على ما اظن الاسم التحى مغرس قرس حكايا تفقوا عليها كامل يعني في بعض الولايات اذا تمروا امامكم بعض التعليقات على هذا النبتة شكرا لكم في صندوق الوصف شكرا لكم في صندوق الوصف كما راكم تشوفو صحفيها خدمة نحون جيبوها بالصحية لي عرف هذا النبتة من الضروري يخدمها ويخليها عسى في الثلاجة بعد ما توردي كريمة يخليها عسى مثلا نحنا دايما راهي في الثلاجة اي انسان معرض للحروق في اي وقت في اي لحظة يعني كبير وصغير صدفة يتحرق الانسان وتكون وجدة عنده او ماشي وجدة ما عليش يستعملها بعد يومين لثث ايام المهمة لازم تكون الحروق جديدة اذا اللي احنا يا كاميرا كما راكم تشوفو هذي جلبانة او ايني فين وزعضض في قبيلية يسموها ايني فين وزعضض هذي جبتها الامتها اي عمرت تشكارة منها شوفو جلبانة هذي برية اول مرة راح نقيها انا ونطيبها يما شكرتني فيها بثث ونشوف النتيجة وندير عليها فيديو ان شاء الله في الايام القادمة اذا اللي احنا كما راكم تشوفو عاودت ترجعت اللي احنا بعد ما صناعت الكريمة مرهمة طبيعي تاع الحروق وكملت اللي احنا جيت للسان البحر او يعني عذام السي بيا راح نخدم بهم هي يعني احنا ندير مقشر للبشرة وفي نفس الوقت ماسك للبشرة هذا لسان البحر هذا راه هو بزث مفيد للبشرة يعني بيض ونحي تجاعد ونحي حتى يعني اثار الشمس خاصة من البحر ولكن خرجوا خاصة في هذا الوقت يعني البشرة تاناتوليك حلا كامل ولا ذا كل حديث على الخيمر ولا يعني مره على مره الانساني واللي يخدم كمية ويوميا ولا مره يوم على يوم يدير هذا المسك وراه هذو عدم السي بيا ولا الحبار راه يتنباع عند العشاب وحتى انه نعطوهم العصافير يكلوهم لا خطر فيهم الحديد وفيهم بزث فيتامينات يعني العصافير يحبوا هذا يعني لسان البحر اذا ان شاء الله تستفادوا معايا ولي اول مرة تشوفوا لسان البحر تشوفوا اهو معايا هكايا وتستفاد رح ندير لكم الوصفة الاولى سهلة مهلة في متناول الجامع ومرة جايا ان شاء الله فيها يعني نخدموا بها بزف وصفات وحتى للريجيم والشعر والاستويداد المناطق الحساسة اليوم نديلكم وصفة سهلة ومرة جايا ان شاء الله نديرو وصفة ثانية كما راكم شوفوا تتكسر بسهولة لازم هنا يندقوها في المهرز نرجعوها غبرة ثم نغرب لها مليح مليح ونرجع لكم ان شاء الله باه نديرو المسكتانو اذا بعد مرحيتها كما راكم تشوفوا وغرب التهملح يعني صفيتها حصلت على هذه الغبرة رطبة كما الفارينة شوفوا هاي لكم لهنا وش ندير انا نخدم هذه الكمية ونخبيها يعني راح ندير فيها تقشير للبشرة وفي نفس الوقت مسك للبشرة نحن نحن تجاعد ونحن حتى اثار الشيعة الشامس ويصفي الوجه ويبيض الوجه ويغذي البشرة بزاف مليح ذا حتى انه هو لسان البحر والودع نفس الشيء نزيد عليها ملعقة السكر هكذا ونزيد عليها المكون الاساسي اللي هو زيت الزيتون اللي بزاف تغفلو عليه يعني تخافوها زيت الزيتون تديروها للبشرة تعكم في الليل ولا هي اللي تبيض يعني كامل الجسم اللي يعرف يستعملها كدلك للجسم نحن نخلط بودرة لسان البحر مع السكر مع زيت الزيتون ها الطريقة ونخليها مثلا واحد عشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة ترتاح ثم بعد ذلك نديرها يعني في البشرة تعي يعني بشكل دائري ونخليها حتى وين تنشف يعني فيها كده قشير وفيها كماسك يعني بها نغذي البشرة وبها تنحيلنا كامل الشوائل اللي راهم في البشرة شوفوا بلاء الطابعة فيها كل حاجة وهذا لسان البحرم يخدموا منه مواد تجميلية كثيرة كما حندي لكم كيفاه بها تفهموا يعني كما راكم تشوفوا السكر حرش مازالوا هكذا يعني هكذا بهذا الطريقة وتشوفوا النتيجة تقضوا تشوفوا النتيجة يعني تلاحظوا النتيجة من اول استعمال يعني بهذا الطريقة شوفوا انا راح تساعدني بزب بزب هذا الخالطة على خاطر اني طلع لجبل بزب كما تعرفوا سخانة تلقت وتكحل اذا انا كل مساء كل مره واش نواسي اذا كل قيت هذا زباد البحر حبيت نفيتكم باللي اذا لقيته في البحار ما ترميوهاش ولا حتى شريته سيبيا ما ترميوهاش يعني اي حاجة استغلوها ولا مدرتوهاش حتى لكم اعطوها للعصافير شوفوا نخليها هكذا واحد العشرين دقيقة بهذاك زباد البحر يتشرب زيت زيتون ويطلق الفوائد تاعه بعد ذلك نديرو في وجهي مع التدليك هكذا بشكل دائري احتوي نحس البشرة تاعي باللي بدت تسخن ونخليها واحد العشر دقيقة يقولها خمسة عشر دقيقة ونغسل بالمدافي بالمدافي بهنا غلق به نحيو هذك الزيت زيتون ثم نكون وجدنا ما بارد قدمنا ولا درتو يعني كسرونا في الثلاجة ولا ما بارد في الثلاجة اغسلوا مباشرة البشرة تاعكم وتحكم كامل بالمبارد مدافي ثم بهتغلقوا المسامات بالمبارد هذه هي الغلطة اللي يطيحوا بزف فيها انساء انو كي ديروا مسك ولا مباشرة يغسلوا البشرة تاحهم بالمدافي ولا صابون ولا يمسحوا ونباديكا يروحوا يديروا مباشرة فوندودا ولا كاشكخام عليها يعني يسرى لكم مسامات في البشرة هذا هو المسك التاعي تاع نهار اليوم اذا انا في بدايات الفيديو شدتوا يعني كي شغل درت لكم روتين يومي واشدرت 10 دقائق ولا واشدرت فين حاري يعني اهم واشدرت انو كي رحت البحار انا شقيت باش نجيب نبتة الحروق اللي هي مجبر حريق حريق اللي درت عليها فيديو ورقى نجاح باهر وتصلوا بيها بزاف انساوا بزاف يعني داروها وشكروني عليها وكاين بزاف اللي حوثوا عليها للاسف كاي اللي وليات بعد بالبزاف مقدرش اللي حق لهم هالنبتة ولا لكم عارفين يعني الوقت ما يكفيش وماكش مواصلات اذا هذي ايضا راهي تصلت بيها موشتركة وخدمتها لها اه لله في سبيله رغم التعب التحى ورحت وجبت سخانا قتل اثنين لكن نديو اجر عند ربي هذا وش نديو من هذا الدنيا كما راكو شوفو خرجت ما شاء الله شوفو اهو لكم مرهم الحورق منقدرش المسالة خاطر راح نمدها للناس الله غالب هكيمكو شوفو زبدة يشغل فلان والله يعني الواحد يدير له سكر لا يتناولو كاش نهار نجرب ناكله ونشوف أسكو صالح يقتلني لما يقتلنيش اذا حتى هذا المجبر حريق هذا المرهم الطبيعي للحروق مهما كانت درجة الحروق والحمد لله راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف ولقيت تعليقات اكثر من مئة تعليق يشكروا في هذا المجبر حريق ومدوا لي حتى الاسم تاعه مغرس غرس والله نسيت اسمه يعني في باقي الولايات وبزاف شكره قالوا مو جرب وناجح مئة في المئة ما قالوش خمسين في المئة ولا قالوا مئة في المئة الناس ما نعرهم ولا راهم اكثر من مئة تعليق كامل يشكروا في هذا المجبر حريق اذا ان شاء الله تستفادوا من هذه الوصفات يعني نحط لكم مننا يعني كل مره وش نحط لكم مره وصفات طبيعية مره تجميلية ومره اعشاء مره يقولوا ناس بكري سقسي لم يجربوا ما تسقسيش طبيعي حتى الاطباء في هذا الوقت يجروا وراء الوصفات الطبية يعني الطب العربية والطب البادية اللي خلاواه الناس بكري اذا الانسان لازم يكون متعلم ولا قاري الطب ولا سيدالة ولا اعشاب ولا باش يعرف هاذ الوصفات الطبيعية هذو وصفات هذو خلاوهم الناس بكري خلاوهم الناس الحكمة اللي كما قالوا الناس اللي عندهم يعني ثقافة بدون علم يعني بدون دراسة في المدارس هذو هي الوصفات اللي كانوا الناس بكري يدوي بهم حتى انو كانوا النساء يولدوا في الدار بدون لا طبيب لوالوا امرأة عجوز تولد طفلة في عمرها عشرين اصنا ولا حتى بأصعب الطرق تولدها لا خطر لا لاش لقيت بعض التعليقات يعني واحد ولا زوج تعليقات هذين على بلب اللي من من كره شديد او غيره يجو يقول لك من انتي باش تحطي وصفات طبيعية وتقولي للناس ديروه هكا وديروه هكا رغم التعليقات الكثيرة اللي يخليوهم الناس ويشكروف هذيك العشبة ولا النبتة ولا اي وصفة حطيتها انا ما جبتهم اي وصفة الحامدوني لهروم يعرفوهم يعني الالاف الالاف من الناس يعني الناس بكري لانا باش نحط وصفة لازم نسقس عليها اكثر من شخص باش نعرف اسكو الصح كان من هذي الوصفة ولا خاصة اذا كانت وصفة جديدة عليها اذا الوصفات اي عشبة حطيتها تقدروا تدخلوا الجوجل ولا حتى اليوتيوب يعني راهو غاني عن التعريف اذا نقولكم جربوا هذي الوصفة تعليسان البحر ودوموا عليها راح تلقوا نتيجة خاصة اللي عندهم الكلف ولا اشعة الشمس اتضرهم في البشرة تاحه خاصة مع سخنة اللي رايب وحنخليكم وصفة حذ الفيديو في صندوق الوصف باش تلقوا واهم من فضلكم حسوا على الفيديو بارتاجيوا واجرككم عند ربي كبير ان شاء الله وإلى الملتق